اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اكد ان بناء الفرص وتوفير الامل للجميع يدعم امن وازدهار المنطقة مشيرا معالي لان هناك خطوط تقليدية مر عليها زمن طويل اتخذت من الاعراق والاديان محددات لها لكن يتوجب علينا الان ان ننظر الى الخط الفاصل بين من يتطلع الى البناء ومن يهدف الى التدمير مؤكدا اهمية مواصلة تمكين من يريد البناء للمساهمة في رسم المستقبل الافضل للمنطقة ولفت معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الى ان احدى تحديات الاساسية التي تواجه مختلف دول العالم هي تنفيذ الخطط والبرامج الطموحة للحكومات وافكار ومشاريع رواد الاعمال الامر الذي يتطلب اشراك وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك اساسي وشريك فاعل لترجمة هذه الخطط والبرامج والافكار وتنفيذها بما يرفض عجلة التنمية الاقتصادية ويحقق النمو الاقتصادية المنشود جاء ذلك لدى مشاركة معالي في الجلسة الحوارية بعنوان موازنة مفاهيم السياسة المالية بمشاركة معالي الاستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وسيدة كريستالينا جوريليفا مدير عام صندوق النقد الدولي ومعالي السيد اندرو جريفث وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة بالمملكة المتحدة ومعالي السيد محمد شمشك وزير المالية بالجمهورية التركية وذلك في اطار اعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخة السابعة المنعقدة في مدينة الرياضة تحت عنوان البوصلة الجديدة بمشاركة عدد من قادة العالم ومسؤولين حكوميين ومن كبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصناع القرار واكد معاليها خلال مشاركته في الجلسة ان مسار التنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتجه نحو خلق مزيد من الفرص النوعية في مختلف القطاعات التنموية وزيادة النمو الايجابي للقطاعات الحيوية من خلال تعزيز دور القطاع الخاصة كمحرك اساسي وشريك فاعل في النمو الاقتصادية مشير النأم معاليه الى همية مواصلة رفض عجلة التنمية الاقتصادية من خلال زيادة تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته منوها معاليه مما حققته المملكة العربية السعودية من خطوات كبيرة في هذا المجال واشر معاليه الى ان مساهمة القطاعات غير النفطية كنسبة من اجمالي الناتج المحلي في البحرين وصل الى 83% لفضل المسار الذي انتهجته المملكة في تنويع القاعدة الاقتصادية الذي بدوره يسهم في تعزيز استقرار ونمو وتنافسية اقتصاد مملكة البحرين مشيرا الى ما تتمتع به البحرين من مقاومات جاذبة ومحفزة للاستثمار وما توفره من مزايا لتطوير بيئة الاعمال التي اسمت في زيادة الانشطة الاقتصادية وخلق العديد من الفرص النوعية الواعدة ما كدا معاليه ان الامن والاستقرار مرتكز لمرتكز الجهود الدولية كونه اساس التنمية التي تحقق تطلعات دول العالم وشعوبها مشيرا الى اهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك ومواصلة العمل على بناء اقتصاد مرن ذو قدرة عالية على مواجهة مختلف التحديات العالمية لتنمي المتحدث عن الناس المتحدث عن المتحدث عن الناس المتحدث عن صفحة العالمية إن تكون فهمة الإثناء، تكون فهي رشيدات الإثناء، تكون كل ما يجب أن نجد ذلك، لكن يجب أن نجد ذلك المطاقب نجد الذي يجب إليها تسترمون، وإن نظام أنهم يشهرون أجitätنا من الأشخاص وأنهم يتم يجب مستقبل وهي الآن فيها التي تجلب اللون من درميها أنهم لم يتعاون لحدهم ذلك المترجم من هذا المنزلل. اشتركوا في القناة